السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم اليوم نلقا تصريحات جديدة بعد صدور النسخة الأولية للدستورة اللي انشرها العميد صادق بالعيد في جريدة الصباح واللي يعني نرمل موفيت الطبعة البرح ما قاعدت حتى نسخة في السوق والمفروض انه اليوم الصباح زدت عاود تعمل نسخة ثانية خاطر العبيد الكل هتحب تطلع عشنه والنسخة وعليش بالعيد قال ليه هذي نتبر أمنه وعليش أمين معفوض قال ليس ابني وعليش خرج قال التصريحات هذيك دونك الناس كل تحب تعرف شنه الفرق بين الدستور الأول اللي مشي القصر قرتاج نهار العشرين جوان وبين الدستور اللي خرجه رئيس الجمهورية نهار ثلاثين جوان دونك الحقيقة يعني شوفنا ردود فعل اللي دافع على الرئيس واللي كان يدفع على الرئيس ووجه له رسالة جديدة واللي هو ضد الرئيس دونك المواقف رأي مختلفة ومت بين أحمد شفتر اللي هو ناشط سياسي مناصر لرئيس الجمهورية قيس سعيد وهو مصاند بنعم للاستفتاء يقول بأنه تصريحات العميد بالعيد جديدة أو بشأن الدستور الجديد اللي يصدر في الرئيس الرسمي هي نتجة عن سوء تقدير كبير جدا منه ويقول أنه بالعيد امشي في بيلو أنه هو المحدد الوحيد لنسخة الدستور والحال أنه دوره كان استشاري ليس إلا وهذه تقريبا شقيق الرئيس قيس سعيد الأستثناء في الأسعيد قال بأنه هو مملول في بيلو من اللي اللجنة رأيها استشاري ورئيس الجمهورية فقط هو لحد جنوب شحوت في الدستور القادم ينجم يخوم النسخة اللي جيته ينجم يخذ جزئيا ينجم يرفضها يرفض جزئيا يخذ كلين كما يحبه وكما يرى هو يعني الرئيس هذا يكون هم موفقين عليه من اللول عليش اليوم ما تصدموا كأنه ما في بيلهم شو البيرحة أمين محفوظ قال صدمنا بهذه النسخة به شفتر معناها أشرف البيرح على افتتاح حملة الاستفتاء على مشروع الدستور أعملها كاللقاء مع عدد من النيس أحكيه على مصودة الدستور المقترحة هذه وقال أنه بالعيد نسى أنه صيفته كانت استشارية بحتة ما عنده حتى صيفة تقريرية ونسخة اللي سلمها لرئيس الدولة لن تكون بأي حال من الأحوال نفس النسخة اللي بشي تم عرضها على الشعب ويقول أنه بكئية بالعيد ومحفوظ لن تؤثر على مسار حملة الاستفتاء على حد تعبيره ونلقوا أيضا من بين الأطراف الأخرى اللي وجهت رسائل إلى الرئيس صدق شعبين صدق شعبين هو وزير أسبق أستاذ في القانون يقترح على رئيس الجمهورية خطوة معينة وتقريبا اقترحها أمين محفوظ يعني يتقابله في الفكرة هذه شنوه يقترح صدق شعبين يقترح تأخير موعد الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 25 جويليا نزيدوها كجمعتين جمعتين ثلاثة أربعة ستة جمعات معناها من هوني القوت هكي كي يقول لك بيش نحسنوا النص منتاع الدستور بهذا كان في تدوينه يقول أنه هو براجماتي يؤمن بالجدوى يحب بلايده وقت ليكون السكوت عنده مضرق ويقترح اللي رأى هو يعني ولو أنه عنده حظوظ ضعيفة للتطبيق كما يقول يعني رئيس الجمهورية مش بش يخو بيها ما يقول لك أنا مش نقترح نقترح أنه معناها من أجل الاستفتاء خلينا نصلحوا النص بيش هكي كان يمشيوا مع قوة الإقناع ما يمشيش الرئيس وقالي يقول لك الرئيس بش يصبح مضطر لإستعمال القوة لقوة الإقناع نلقاوا أيضا جنرالات في الجيش التونسي اللي هما زادا أعطاوا رأيهم في هذا الدستور وخليني يقول لكم معناها مختار بالنصر العميد السابق في الجيش الوطني يقول لك أنه هذا الدستور ليس مراجعة وهذا الدستور أو المشروع بتاع الدستور هذا اللي يصدر في الرئيس الرسمي الجمهورية التونسية لازم مراجعة ولازم يعني يكون حوله التفاف كبير كما زادا العكروت يعني العميد السابق وهو أيضا مستشار سابق برئيسة الجمهورية يقول لك بأنه لازم يتم مراجعة الدستور وهذا الدستور ما هوش في صالح تونس ولازم نلقاه حلول جذرية من أجل يجي الدستور اللي يضمن ديمقراطية حقيقية ولا يكرس ديكتاتورية يعني دستور البلاد تعلق على عدة نقاط من هذا الدستور وتقريبا جنرالات الجيش لكلهم يروا إنه لازم تتم مراجعة هذه النسخة واللي يروا فيها زادا إنها تكرس يعني جانب من أو خليني نقول لا تكرس الديمقراطية على حد تعبيرهم أرى لي معناها كويدر في الجيش التونسي سابقا واللي اليوم أعطاه رايهم في مشروع الدستور اللي كل الأطراف تقريبا علقت عليه بين الرافض بين اللي طالب بالتأجيل بين اللي طالب بالأصلاح والمراجعة ولكن السؤال هل رئيس الجمهورية سيستجيب لهذه الدعوة هل الرئيس سيتفاعل إيجابيا مع هذه الدعوة وهذا مستحيل من وجهة النظر المتاعي عليش لأنه رئيس الجمهورية قيس سعيد جيوها قبل قبل حتى قبل ما نعرفه حتى المصاودة بتاع الدستور وكل شي قالوا له يا سيدة الرئيس راهو في 25 جويل ما نجموش نعمله استفتاء عليش زوز حاجة أول أن الدستور وقت ضيق على الأخر كيفش نجمو نكتبو دستور في الفترة هذية قال لهم ميسيلش اكتبوه به قالوا أخذيو على عتقهم وقالوا مش مشكل نكتبوه وكان عامل الوقت معناها ضاغط وكل شي الحاجة الثانية هو أنه هيئة الانتخاب يزيدة بيش تنظم استفتاء معناها في قدائه وفي وحكا وفي الوقت يزيدة اللي يمكنهم من أنهم ينظموا استفتاء قالوا له راو ما نجموش في 25 جويل رانا بش نكونوا مزروبين هذي حاجة وضغط وقت وعنا معناها رزنامة احنا كاملة وكل شي ومن ناحية أخرى 25 جويل راهو صيف راهو سخونة برش راهي تصل للخمسين درجات الحرارة يعني في الجنوب وفي بعض الولايات معناها راهي العبيد ما هيش بش تمشي راهو عامل أساسي إنه العبيد ما تمشيش سخان ذني حاجة العبيد في عطل مصلعة كان موظفين كان تيديونات كان معناها الجالية التونسية اللي في الخارج تبدأ تروحوا وترجعوا معناها ما فمش استقرار بالكل في هذه الفترة فرئيس قال لا هذا الدستور يجب الاستفتاء عليه في الذكرى الأولى متع الإجراءات الاستثنائية 25 جولية وهذاك هو بش يتم الرئيس لن يتفاعل إيجابيا حسب رأي مع هذه الدعوات وسيمضي في هذا الدستور يمكن هذا اللي نشوفوه ونلمسوه من تصريح البارح شقيق الرئيس الأستاذنا وفي الأسعيد اللي قال وينه بالعيد ومحفوظ مشي في بينهم يعني هما اللي بشي قرروا الدستور ليه رأوا الرئيس فقط من يقرر هذا الدستور ورأيهم استشاري لا أكثر ولا أقل والرئيس هو اللي عنده الحق الكامل انه لا يختار الدستور ترجمة نانسي قنقر